مش شرط يكون عندنا شوية او عندنا اللاية عشان نشوي الفراخ او عندنا بتجاز تعالي النهاردة هقولك على اسهل طريقة ممكن تشوي بيها الفراخ على عين البتجاز وتطلع بالجمال اللي انت شايفينه ده وراء وقلم بقى وتعالي معايا اقولك على الخطوات فوكوز الخلاط هننزل كده بفلفل الوان عندنا كمان طلط بصلات كبار المقدار ده لفرختين ونص عندنا كمان كوبين من الزبادي معلقتين اتنين من السلسة وكمان عندنا معلقتين كبار من الزيت معلقتين كبار من السياسوس او دبس الرمان هنحط بقى التواب بتاعتنا معلقة من الملح في الفل اسود سبع بهرات طم بودر وبصل بودر وكمان هنحط طبط مية في الاخر كده ونص تكوب من المية اخلطيها كويس جدا في الخلاط وبجد بجد احتمد الطريقة دي لاي فراخ ما شوية او لحومة عندك طعمها حلوي جدا هاتي بقى الفراخ وبدأ ان انت يعملي فيها كده فتحات بسيطة الفراخ دي انا كنت مربيها في البيت يعني بصي بقى تربية اي دي بعد كده هنلزل بيت تدبيلة اللي انت شايفينها دي الفتحات دي عشان تخلي التدبيلة توصل لقاع الفراخ وتتشرب كلها بعد كده هنبدأ ان احنا لو هتشويها في القلية زي ما انتوا شايفين ابدأي حطيها في القلية ما عنديكيش قلية يا ستي تعالي معايا بقى وهقولك هاتي ايه هاتي سنية عندك تكون وحشة جدا او ما بتستعملهاش نهائي يعني بكوني ركنها كده صدت منك بقى او ان هي ايه يعني ما بتستعملهاش بعد كده حطي فيها ورق من الفويل زي ما انت شايفين يعني السنية دي انا طبعا ركنها ببدأ اعمل فيها يعني ايه زي السابون بحطي فيها حاجات كده انا مش محتاجة يعني ان انا حطها على الفرن اقول بناكل فيها هنبدأ ان احنا بس نغليفها ورق الفويل بالشكل ده وبعد كده هنبدأ نجيب الشوية بتاعتنا هاتي الشوية بقى اللي هي اليدة وديه وبدأ يرس فيها الفراخ اهم حاجة ان انت ترس الفراخ كده بطريقة حلوة بعد كده هنبدأ ان احنا نجيب شوية ميه في كياع الفراخ افلع للفراخ كويس جدا وتبت فيها علشان ما لهرفش منك وبعد هنا حطهم في قعسطانية زي ما انت شايفين كده وبعد كده هنغليف السنية بتاعتنا بالفراخ وoin غليفها كويس جدا بورق الفويل اهم حاجة ان انت تحكمها كويس قوي علشان البخار ده هو اللي هيسوي الفراخ هنحطها بقى على البتجاز لمدة ساعة والنص ساعة كاملة على نار عالية والنص ساعة المتبكية على نار هادي جدا وبعد كده هنبدأ ان احنا نرفع الورق من الفويل ونحطها تحت الشوايا لو موجودة عندنا فرن مش موجود فرن هنبدأ ان احنا وهي في الشوايا الحديد نبدأ ان احنا نقلبها ونحطها على النار على العين لحد ما تاخد الوش اللي انت شايفينه ده فمنتهى الجميل بقى بجد قدميها مع رز بسماتي رز ابيض حاجة كده تحفة تحفة بجد واحلم اللي انت بيجي بيه من بره جربيها بس بالطريقة دي ان شاء الله تدعيلي وهتعجبك جدا لايك بقى وشير واشتراك واتمنى بجد ان الفوديو النهار دي يكون مفيد ديكم ونشوفكم بقى ان شاء الله بحلقة جديدة باي باي اشتركوا في القناة